كابتن حشيش لو قلنا تعادل مقنع ونتيجة جيدة للنادي الأهلي إلا أننا لقينا كمان في حالة من الرضا اللعبة الترجع على التعادل السلبي النهاردة مع نادي الأهلي مع أنهم كانوا بيلعبوا في ملعب كان باين يعني كان باين حتى في أدائهم يعني سواء من الرياكشن بتاعهم بعد المباراة إنما كان باين طول المباراة يعني الفريتين بصراحة مباراة متوسطة الفريتين أفرطوا في الدفاع محدش كان عنده المجازفة الهجومية لن نادي الأهلي ولا الترجي دي مقبولة بالنسبة للنادي الأهلي بالضبط إنما النادي الترجي مش مقبولة حتى وحتى آخر تلت ساعة يعني آخر تلت ساعة أساسا المفروض أن هم يعني كانوا زودوا الضغط دلوقتي شوية الشراسة الهجومية كانت تبقى أكتر من كده ما حسناش بالقصة دي خالص يعني حسنا أن هم بلعبوا بطيرة واحدة من أول المباراة ما بيسعاش للمكسر خالص يعني أنت فاهم إزاي أنا كنت متخنى كان يبقى الراجل يزقهم لقدام شوية ويدغط يضغط على لعبة النادي الأهلي في الآخر عشان يجيب هدف ممكن يعني يفرق معه جامد وراحه لا لا إنا لا كتوجد نظره إيه؟ هل هو ده أسلوب لعب يعني أسلوب لعب في المباراة ومستني المباراة التانية عنده حساس النوع بس أنا على الأهل أخذ ميزة اللعب على ملعبي وسط جمهوري إنما طول المباراة بوطيرة واحدة تقريبا هو وضح أنه خايف جدا من نادي الأهلي وخايف من إحراز النادي الأهلي الهدف في أرضه هيفرق معه جامد جدا فهو يقول لك أأمن والمباراة التانية هيبقى النادي الأهلي غير النادي الأهلي هيهاجم لأن المباراة صفر صفر فلازم النادي الأهلي هاجم فممكن يريحه في أسلوب لعبه هو اللي هو الكرة الطويلة أنا متخيل أن النهاردة برضو كان فيه تأخير في التغييرات يعني ما شوفنا قفشة نزل وابتدى يمسك نصف الملعب ويتحرك وينقل شوية كان ممكن من بدري شوية كان ممكن يعني يبقى فيه حاجة شوفنا حتى حطوا كرة لبرستاو برضو تأخر فيها حشيش ما فيش مدرف في العالم فرقته بتبقى ماشى وستيدي كلام من ده تمام وبيجازف بالتغييرات إلا في الحالة اللي انت قلت عليها دلوقتي هي مفاش مجازفة لأنه هو طلع إمام ونزل أفشة فاحتفظ برضو بنفس الحتة الدفاعية بتاعت أكرم أنا ما كنتش أرواه حشيش أنا ما كنتش أطلع إمام أنا كنت طلع حسين الشحات وخلي لغة أفشة مع أمام هم دول الاثنين الكبل اللي يدروا يترجمو لك أي حاجة هيغير من اللي انت بتقوله إن هو شايف الفرقة متعدلة ومشى متعدلة فهيغير في أسلوب اللعب إنه بلعب اتنين ديفندرات هيلعب اتنين صناع لعبة في نص الملعب هيبقى إنه حال إمام ترامى ناحية شمالة ووضح كمان إن التعادل كان مرضي بعض الشيء لميستر كولر مليون في المية لأنه بان في التغييرات إنها متأخرة قوي وفي نفس الوقت برضو يعني الفرقة التانية مفيش يعني أي حاجة هجومية يعني المستغرب من الفرقة إنها حتى مش ضغطين حتى ربع ساعة عادل على حتى المساكين بتوعنا مساكين بتوعنا يعني استهلاك الوقت كله جيب عن طريق المساكين الرمي وعبد المنعم ينقل مين وين الشمال وينه وهم مش حاسين بالوقت يعني الفرقة التانية مش حاسة بالوقت لا أعتقد إن ده أسلوب اللعب مدر مليون في المية هو راضي بالقصة دي خايف من النادي الأهلي خوف كبير جدا جدا مش عايز يجي في جون هنا لأنها تبقى المهمة صعبة جدا في القاهرة فهو هيقول لك أطلع بس خلي بالك يا كابن الحشيش ممكن تلعبت في الأراضي التونسية الترجي التونسي بيجيد اللعبة خارج الديار مليون في المية وزي ما نقولت لك في البداية خالص إن الجمهور بتاع الترجي مش زي جمهور نادي الأهلي بشجع من قول ديال آخر دي تسمع تحس الجمهور بعد عشر دهاء أو ربع ساعة ما كانش حد بيشجع خلاص هم يعني منتظرين منتظرين إلي يحصل وإنما تشجيع ويده دعم للفرقة مفيش خالص وهو في حقيقة حتى شفت لعبة الترجي مفيش نحرارة حتى يعني هم واضح إن ده أسلوب لعب والراجل ما ديهم انطباع إن ما يدخلش في الجول وعندنا شوت تاني في مصر ممكن نادي الأهلي يهاجم على أرضه حيبقى فيه مساحات الكورد طويلة اللي هما دايما ده أسلوب اللعبة بتاعهم فالنتيجة طبعا بالنسبة للنادي الأهلي أي حد بيعمل نتيجة صفر صفر برأ أرضه بتبقى طبعا أحصل للضيف مش أحصل للمضيف يعني نتمنى إن طبعا الشكل يتغير طبعا الشوت التاني اللي هو في مصر فيه أخطاء طبعا في نعيبة النادي الأهلي برضو بالنسبة للفولات والحاجات اللي على اللجناب الفولات اللي مالهاش أي لازمة نتكلم فيها بإذن الله رب العين